السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لكل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات هذه المداخلة القصيرة حبيتها فقط هي أن تكون كمقدمة لحديث إن شاء الله سيكون في المستقبل حول موضوع الهوية الشائك لأنه شفت مع الأسف الشديد أغلبية من الجزائريين والجزائريات ما مش فاهمين هذا الموضوع الهوية وأنا كنت واحد منهم حتى لا أدعي من أن راني صرت عالم ولا راني صرت كذا أنا واحد من هؤلاء اللي كانوا ما مش فاهمين الموضوع الهوية كنا فاهمينه بفهم سطحي وربما يعني أغلبية من الناس يعني عمره لا قرأ كتاب حول موضوع الهوية وحتى إذا قرأ كتاب ربما يقرأ عند واحد هو في نفسه ما مش فاهم موضوع الهوية يعني راه كاتب وراه هو كتب في الموضوع هذا الهوية ولكن هو في حد ذاته ما مش فاهم الموضوع الهوية بالتالي أنا جتني فرصة جتني فرصة كنت نقرأ في الجامعة وكان فيه موديل داروه في الفصل الثاني من السنة الخامسة وين كنت نقرأ في الجامعة في تولوز وهذا الموديل هو يتعلق بالهوية يعني بدوا يدرسوا فيها في الجامعة في موديل يتعلق بالهوية في هذا الموديل كانت هناك عدة أبحاث لزملاء يعني كانوا يقرأوا معايا من ديانات مختلفة من قارات مختلفة وكنا درسنا مجموعة من النصص الكتاب منهم اللي هما من أفارقة يعني الأصلا تهم أفارقة عايشين في فرنسا أو عايشين في دول وحدة أخرى ومنهم اللي هما من فرنسا ومنهم اللي من دول وحدة أخرى من ديالات مختلفة بطبيعة الحال كان هذا الموديل هذا وهو أعطاني بعض الأفكار بالإضافة إلى أنه قريت كتاب الواحد هو فرنكو لبناني كتب حول هذا الموضوع كتاب سماه الهويات القاتلة لما قريت أنا هذا الكتاب بطبيعة الحال لقيت هناك إشكال حتى هو داخل هذا الكتاب هذا الإخوة اللي ربما ما يعرفوش يقول له أمين معلوف قادرين أنت بحثوا على الكتاب هذا اسمه الهويات القاتلة لما قريت أنا هذا الكتاب لقيته هو نفسه معالجش هذا الموضوع وحتى أنه هذا الكتاب اللي يكتبوه هو يفتقر إلى مراجع يعني كتبوه اجتهاد منه يطرح في بعض الأسئلة اللي مرات تكون من الواقع مرات تكون عندها خلفيات يحملها هو ويحاول هو أنه يجيب عليها مرات بتساؤلات مرات يعني هكذا يجوب عليها المهم في خلاصة هذا الكتاب يعني النتيجة اللي وصلت لها هو أنه هذا أمين معلوف هو لم يعالج هذا الموضوع الهوية حتى هو في نفسه وفي حد ذاته في خلال هذا الكتاب هو بنفسه يعترف من أنه هذا الموضوع شائك ويحتاج إلى دراسة وإلى غير ذلك في بعض الشباب هكذا مع الأسف الشديد هو أنه في الجزائر لا هما قاريين ولا هما مطالعين ولا عندهم علم بهذا الموضوع وانطالت عليهم هذه الحيلة هذه انتع الفتنة ودعاة الفتنة ونشر الفتنة وكذا وحتى بعض المشائخ اللي هما يتبعوا فيهم هذه المشائخ للفكر انتعهم محدود هما هما في نفسهم مروسهم مغلقة عندها كادنا كادنا ثمة ما يشوفش بعيد يشوف غير قدام رجلي يعني إذا فرنسا والتطور اللي وصلت ليه والتكنولوجيا اللي وصلت ليها والمعارف اللي راح موجودة بحيث هو أنه لو تروح انتا الآن للمكتبات تلقى الناس راح تشري في الكتب كما راح من الناس يشريوا في المصروف في الجزائر ومع ذلك هذا الموضوع انتاع الهوية مازال اليوم محل نقاش سواء تعلق الأمر في الجامعة في أبحاث أو تعلق الأمر بالموائد المستديرة التي تدار في قنوات فضائية أو في إذاعات أو من خلال مجلات علمية إلى غير ذلك أو في البرلمان الفرنسي أو حتى في خطب سياسيين يعني لو تشوفوا مثلا ماكرونت حتى ليه في الحمل الانتخابي انتاعه هذا كميلانشان مارين لوبان كلهم تقريبا تحدثوا عن الموضوع انتاع الهوية وكثير من الخطباء وكثير من الناس اللي راهم يتحدثوا في هذه المواضيع في بقاع مختلفة من العلم راهم يتحدثوا عن الموضوع انتاع الهوية لما درت أنا البحث حول الموضوع انتاع الهوية وكنت درت عرض في الجامعة حول هذا الموضوع انتاع الهوية وتحديدا حول قسم من الكتاب هذا انتاع امين معلوف اللي هو يتحدث حول ترويض النمرة سمسميه العنوان هذاك ترويض النمرة وكان ربما لست أدري إذا كان دقيق في هذه المعلومة كنت أنا قريت هذا المصطلع هذا انتاع ترويض النمرة مأخوذ من رواية كتبها شيكسبير بمعنى ربما هو يكون اخذها لكن المهم هو كان يتحدث عن الموضوع انتاع الهوية ودر له هذا العنوان هذا فهم فيما بعدها نفهمت باللي هكذا الشي اللي وصلت ليها وصلت ليه بوو ربما قادر بعض الإخوة هكذا اللي ربما يعتبره غرور أو ربما يعتبره لا علينا المهم كل واحده المستوى انتاع التفكير وصلت باللي مش غير هذا امين معلوف كثير من الناس اللي هما تحدثوا في هذا الموضوع انتاع الهوية ربما هما تحدثوا فيه وربما تحدثوا في بعض التفاصيل انتاعه وربما تحدثوا في بعض الجوان بتاعه ولكن ملقاوش حل هذا الاشكال اللي راح تروح خاصة انه هو انه الان هذا الموضوع انتاع الهوية ما بقاش فقط كما بكري راه تطور هذا الموضوع بتطور تكنولوجيا بمعنى انه الان هذا الموضوع هذا انتاع الهوية وكنت مثلا لما انتا تقول مثلا باللي تاريخ هو انصر من عناصر الهوية تاريخ الان بهذه التكنولوجيا الجديدة والكتاب انتاع التاريخ بهذه المفاهيم الجديدة اللي راح تتعلق الان بهذه العلوم الجديدة بطبيعة الحال الموضوع راح تطور نفس الشيء فيما يتعلق بالانتربولوجيا نفس الشيء فيما يتعلق بالسوسيولوجيا نفس الشيء فيما يتعلق بالعلوم النفسية المختلفة كل هذه العلوم اللي الان راح تطورت هذا الموضوع انتاء الهوية نفس الشيء هو راح تطور مع تطور هذه العلوم لانه هذا الموضوع هذا هو شائك تدخل فيه يدخل فيه الدين يدخل فيه التاريخ يدخل فيه العنصر تعل اللغة وكثير من العناصر اللي هي تتعلق بالانتربولوجيا تعلق بالسيسيولوجيا تعلق بالعلوم منتاع النفسية المختلفة العلوم منتاع التاريخ المختلفة كلها تدخل في هذا الإطار هذا انتع الموضوع انتع الهوية المهم فيما بعد أنا من خلال هذا البحث اللي درته بحث متواضع وصلت إلى نتيجة وصلت إلى نتيجة اللي هي راح تحل هذه الإشكال انتع الهوية بطبيعة الحال فيما بعد تبقى قضية انتع اقتناع الإنسان اللي اقتنع بهذه الكيفية اللي وصلت لها فيما بعد راح يتحل نهائيا خطر أنا استفزني في البداية العنوان انتع الكتاب هذا انتع الهوية القاتلة استفزني قلت أنا كيفاش أنا الهوية يعني تصير قاتلة فيما بعد لما قرأت الكتاب هذا انتع أمين معلوف ولقيت فيه بعض الأشياء اللي هو يتحدث فيها فعلا هي موجود منها كين منها لكن فيما بعد لقيت بالليل خلل عرفت الخلل وينراه فيما بعد لما الناس ما تعرفش الخلل وينراه موجود بطبيعة الحال تبقى الناس الدور في حلقة مفرغة المهم هذا كمقدمة فقط للموضوع هذا انتع الهوية وإن شاء الله هراني بديت يعني شرعت في الكتاب انتع كتاب حول هذا الموضوع انتع الهوية ربما يخذ مني وقت لأنه محتاج إلى بعض المراجع على جلباش أنا نعطي الأدلة الكافية حول هذا الشي اللي وصلت ليه في هذا الموضوع هذا حتى باش ما يبقاش كلامي هكذاك يكون في الهوية يعني يكون مجرد انتع تصور يعني كين هناك كتب اللي الحمد لله لا رهم موجودة والأغلابية منها مع الأسف الشديد كتبينها ليسوا عرب وليسوا مسلمين كتبين في هذا الموضوع تعلهوية مناقشينوا مناقشة علمية حنا ذوق انت واحد تتكلم ليه يجيب لك آية قرآنية والله يجيب لك حاديث والمشكلة وين يوموش في الآية يوموش في الحاديث يوموش في رأسك ماكش فاهم الحاديث ماكش فاهم الآية وتجيت فسر فيها حسب الهوية نتعك نحاول إن شاء الله في المستقبل هو أنه نكرس يعني الوقت انتعي فيما يتعلق بالبحث في هذا الموضوع وإن شاء الله إذا كان إن شاء الله قينا في المستقبل بعض الإخوة اللي عاونونا سيما فيما يتعلق بالوسائل انتع الإعلام وربما إن شاء الله هذه الأفكار رايح تأدي النتيجة وراه رايح يتحل نهائيا للمشكلة هذا والصراع هذا اللي رايح يدور حول الهوية بشكل نهائية وإن شاء الله بإذن الله رايح ندير رسم يعني أمبلون أمبلون بالتعريف يعني مش فقط أكتفي بالكلام رايح ندير رسم اللي هو يبين باللي هذا الناس اللي كانوا هما يتحدثوا في الموضوع انتعي الهوية كانت المعلومات انتعهم خاطئة وبالتالي هذيك المعلومات الخاطئة هما تظلوا بها الناس وهذا الموضوع يعني باش نكون معاكم صريح أقسموا بالله لو بقيت في الجزائر والله لو كان نقعدها 400 ألف مليون سنة ما نلحقش للشي اللي لحقته هنا في فرنسا وهذا من خلال الاحتكاك بالطلبة من مختلف الأقطار ومن مختلف الديانات وأيضا من خلال الاحتكاك ببعض الأساتذة ومن خلال الوسطة هذك الجامعي اللي هو أعطى لي الفرصة على جلباش أنا نبحث في هذه المسألة ونلقى هذه الأجوبة حول هذا الموضوع انتعي الهوية إذا إن شاء الله في المستقبل راني رايح نتطرق لهذا الموضوع نتطرق له بشكل يعني مبسط ليفهمه العام والخاص وإن شاء الله إذا كان لقينا ناس وقفوا معنا في هذا الموضوع لأنه هذا الموضوع هو لا يعنيني أنا في شخصي فقط وإنما يعني كل الجزائريين ويعني كل الناس يعني ما يعنيش فقط الجزائر والله يعني كل الناس يعني فرنسا يعني بريطانيا يعني أمريكا يعني ألمانيا يعني إسرائيل يعني فلسطين يعني كل الناس ما يعنيش فقط هو أنه دولة بعينها أو يعني إقليم بعينه يعني كل الناس يعني كل البشر اللي رحم موجودين على هذه الأرض وهذا النتيجة اللي وصلت لها هي أنه راح راح تحل هذه النزاعات و راح راح تحل هذه الصراعات بشكل نهائي يعني إذا اعتمد هذا الكلام هذا اللي راح نقوله راح نقوله بناء على معلوماته بناء على مراجع تحيتي للجميع والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة تحيتي للجميع